نرضيكم العشراء اللي كانوا العملية في السجلين وخرتوفوا العدد الإضافة قبل أيام قليلة عن قرعة الحج كشفت ديون الوطني للحج والعمرة قائمة الوكالة المعنية بموسم حج 2019 التي شملت 42 وكالة سياحية القائمة لم تختلف كثيرا عن الموسم الماضي باستثناء حدف وكالتين من القائمة سجلتان قائص في الموسم الفارطة تم انتقاء 42 وكالة من بين ال44 التي شاركت في الموسم الماضي منها وكالتين عموميتين وتم استثناء وكالتين من الوكالة اللي ساهمت في العام الماضي تحديد فترة الطعون بـ 48 ساعة انطلاقا من تاريخ الإعلان عن القائمة لإتاحة الفرصة أمام الوكالة المقصية من أجل تقديم الطعون على أن يتم بعدها الإعلان عن القائمة النهائية التي ستشمل 44 وكالة الآن سنرح في مجال طعن وليس يتم الإعلان النهائي عن الوكالات التي سيرخص لها في تنظيم عملية الحج يوم الخميس إن شاء الله لتستكمل أولى الخطوات في تنظيم هذا الموسم هي أولى الخطوة التحضيرية لموسم حج 2019 بانتقاء خيرة الوكالات من أجل توفير أحسن الخدمات لحجاج بيت الله الحرم